صباح الخير بعد أكثر من 8 شهر على اندلاع حرب غزة وأيضا بعد التصعيد على جبهة الجنوب رد الحزب أمس على اغتيال أكبر قادته بطريقة مختلفة وبهجومين مختلفين محليا أيضا الملف الرئاسي مجمد والتعطيل سيد الموقف بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو وإضافة لجولة على آخر العنوين العريضة التي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية لليوم الجمعة 14 زيران 2024 رح ينضم لألنا الصحافي إبراهيم بيرم من صحيفة النهار وبداية حلقتنا بتكون بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من العام 2007 بتسيطر حركة حماس بالقوة على قطاع غزة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بيصدر قرار بإيقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية وبعين سلام فياد رئيسا لحكومة انتقالية أما بداية جولتنا فبتكون مع صحيفة النهار وأبرز عنوين النهار لليوم الانتقام الأكبر لحزب الله على مشارف الانفجار وبتستعرض صحيفة النهار خريطة للمناطق الجنوبية والبلدات اللي صارت مستهدفة من قبل العدو الإسرائيلي تكتب النهار اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي وقلق أمريكي من حرب شاملة باسيليو قدم خلاصاته وجعجها يذكر باقتراحاته وزيارة كتائبية مفاجئة لبري أيضا منتبع بعنوين النهار حماس للنهار تعديلاتنا تتناسب مع خطاب بايدن الدوحة لم تطرح خروجنا منها ولا خلافات بين قياداتنا بهذه الأجواء تحدثت معلومات من حماس للنهار عن صفقة تبادل الأسرة وعن المفاوضات وأكد مسؤول حماس بلبنين أحمد عبد الهادي لنهار أن الحركة أجرت تعديلات على الورقة الإسرائيلية التي تسلمتها من الوسطى مبنية على المطالب التي أعلنتها منذ بداية المفاوضات وهي وقف إطلاق النار بشكل دائم انسحاب شامل من قطاع غزة عودة النازحيين وإزالة أثار العدوين إضافة إلى صفقة تتضمن إطلاق سراح الأسرة الفلسطينية وبشير إلى أن التعديلات تتناسب وخطاب بايدن كون الورقة التي قدمت للحركة مختلفة عما أعلنه كان سابقا الرئيس الأمريكي بيسي نفسه ومنبقى بصحيفة النهار بتأكد معلومات أيضا للصحافة وجدة العريدة أن الحزب لم يستخدم بعد سوى نسبة محدودة جدا من جهوزيته العسكرية وبدأ مؤخرا يرفع منصوب هذه الجهوزية أما عن إمكانية توسع الحرب فبيقول المصدر المقرب من حزب الله لا وجدة العريدة أنه هو الحزب من سيقوم بالهجوم إذا استمرت إسرائيل بعدوينا وقد يجتاحون المستعمرات وحتى الجليل نبقى بصحيفة النهار ومنتابع بالعنوين الحملة على داعش في البادية السورية ناجحة أم خسائر فاتحة ننتقل إلى أسرار صحيفة النهار ومنشوف بالسر الأول تداول اللبنانيون باهتمام بالغ أمس خبر عن عالم الزلزال الهولندي الذي توقع زلزالا يصيب لبنان وسوريا وتركيا خصوصا يومي 15 و16 حزيران الجاري تسجل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الأجنبيات مجددا إلى لبنان وفق ما تبينه أحصاءات الأمن العام بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 إثر الانهيار المالي الكبير أيضا من تابع بأسرار الأليها غرد الوزير السابق وإموهاب مهاجما شيخ عقل الطائفة الدرزية على خلفية تعينات قضاة المحكمة المذهبية الدرزية وعدم تعيين أسماء قريبة منه من أسرار الأليها أيضا بعدما بات أكيدا للنائب أديب عبد المسيح عدم الرغبة في بقائه ضمن التكاتل النيابي الذي ينتمي إليه بدر إلى عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه انسحابه منه ومهاجما البعض رغم الاتصالات التي حصلت للانفصال من دون ضجيج سجل في الأيام القليلة الماضية إلغاء حجوزات من عدد محدود من المغتربين الذين يعملون في دول الخليج واستعادوا عنها بكل من تركيا وقبروس وشرم الشيخ وذلك خوفا من أي تطورات ميدانية ومن أجل الحفاظ على وظائفهم وأعمالهم إذا حصل تصعيد على الساحة الداخلية ولوقت طويل يلاحظ أن هناك حركة غير طبيعية في الجنوب والبقاع من خلال نقل سيارات من معارض كبيرة إلى مناطق آمنة والأمر عينه يحصل على صعيد المصانع والمعامل تجنبا لأي حرب وتصعيد مرتقب من صحيفة النهار منتبع إلى صحيفة اللواء ومن الطلع على أبرز عنوين ضربات حزب الله الأكثر إلاما بين عجز الكابينة وحسبات الدول الرادعة الحراك الرئاسي يأخذ إجازة الأطحى والكتاء في عينتين وضغط إداري على الحكومة لا ثقة لبايدن بهدن في غزة والتظاهرات تتجدد لإبرامي السفقة رفض أمريكي لاحتجاز أموال السلطة والمواجهات مع الاحتلال تشتد في الشمال والجنوب ننتقل إلى الصفحات الداخلية ومن الطلع على أبرز ما جاء في أسرار صحيفة اللواء منشوف بهمس شهد موظف مالي كبير سابق مع رئيس جمعية مصرفية ومسؤولي شركات أجدبية يتناولون طعام العشاء في أحد المطاعم القريبة من قصر بستروس إلى غمز يدور خلاف حزبي عائلي داخل حزب يميني حول المشاركة في جلسات تشاور أو حوار بين الليون ظاهرة وتشدد غير معلن إلى لغز يسود اعتقاد أن الجهات المرجعية في محور المقاومة متمسكة بالحفاظ على استقرار قواعد الاشتباك الحالية جولتنا منتبعة ومنشوف العناوين الرئيسية بصفحة الأولى بنداء الوطن بر يحتفل سنة حلوة يتعطيل تشاور فرنسي أمريكي إسرائيلي ماكرون خريطة طريق لإنهاء التوتر أيضا جيسات توافق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كيف إلى خفايا لوحظ أغفال أعلام التيار الوطني الحر بخبره الرسمي مشاركة رئيس وحدة التنصيق في حزب الله وفيق صفا في اللقاء بين رئيس التيار جبران بسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد فيما نشر أعلام الحزب صور صفا في اللقاء يتردد أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها الحرب في الجنوب تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار وفق مصادر نقابية معانية أيضا يقال أن عددا من المصارف بدأ التسويق لمنتجات جديدة له تتضمن قروضا بالليرة ويجري تنافس محموم بين هذه المصارف لتسويق هذه المنتجات جولتنا مستمرة على صحيفة الديار منشوف بالديار 40 دقيقة تحول الشمال إلى جحيم وواشنطن ترسم خطوطا حمراء للتصعيد أعنف هجوم للمقاومة على مواقع حساسة هل ارتكبت إسرائيل خطأا استراتيجيا حماس تنتقد بلينكين تعديلاتنا على المقترح ليست كبيرة وغانتس يقترح حجب الثقة عن حكومة الطوارئ إلى صحيفة الأخبار كوى الأمن تفتح دور التطوع للمسيحيين فقط غزة تحت الحصار التغطية الأمريكية مستمرة إلى الشرق ومنشوف بالشرق سعد الحريري لننسى شهيد وليد عيده ونجله خالد أيضا اللواء إبراهيم الحرب طويلة ولن تنتهي بالأشهر المقبلة وإبراهيم كنعان للتطقيق بموجودات المصارف وعيدات الدولة وأيضا المفتي دوريين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالحوار والتشاور أعنف هجوم صاروخي للحزب وإسرائيل تحمل لبنان وإيران المسؤولية جولتنا من اختمع على أبرز العنوين لتصدرت صحيفة لوريان لوجور باسيل يخطو خطوة أخرى نحو فرنجية أيضا أكثر من 400 قتيل منذ 8 أكتوبر في لبنان من جولتنا على الصحف المحلية بريك صغير ومن بعدها نكون باتصالنا مع الصحافة والمحلل السياسي إبراهيم بيرام ومن تبع حلقتنا ومنوصل لأتصالنا بأصحافة والسياسي المحلل السياسي إبراهيم بيرام صباح الخير صباح النور إليك للمشاهدين الكرام أستاذ إبراهيم البداية هي مع المعلومات اللي صارت بأساعات الأخيرة عن استهداف نائب الأمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله هاشم صفيدين هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ لا يعني هذا الخبر طازة مثل قوله حديث جدا بعد ما تقصينا من أبعاده لكن بشكل عام فيه تهديدات من قبل العدو الإسرائيلي طاردا للأمين العام سيد حسن نصر الله وطاردا لقيادات في حزب الله وهذا أمر طبيعي سيد هاشم صفيدين هو الشخص الثاني في حزب الله عمليا وبالتالي له وزنه له قيمته له تجربته الغنية هل يكون فعلا فيه عملية اغتياد؟ أنا لا أستبعد يعني تعرفي إسرائيل تعتمد على مسألة الخرق الأمني منذ فترة بعيدة إسرائيل عنصر التفوق عند معاش الجو بقدر ما هو فعلان اختراقات أمنية بفعل تقدم تكنولوجيا أو بفعل تجسسي وإلى آخره بكل الحالات حرب حرب يعني حرب مع العدو الإسرائيلي حرب طيية وضروس ولئيمة وطويلة للأسف والحزب اللي خستت تقريبا 18 جنرال حتى الآن من جنرالات والكبار يعني ربما خسر أكثر وبالتالي يعني هذه حرب سجاء هذا ما أريد أن أتطرق إليه هذه الحرب تغيرت وكأنه في الأسبوعين الأخيرين وبدأت باستهداف كوادر وقيدي حزب الله هل هذا ما ينتظرون هذه الحرب الموسعة وليست حرب ميدانية؟ يعني يحاول العدو الإسرائيلي التعويض عن عدم قدرته على فعل اجتياح كبير عمل عسكري بر كبير من خلال تسجيل انتصارات إن هذا النوع اللي تحدثين عنه اللي هو اختيال الكوادر أو الوصول إلى العقول العسكرية القيادية في حزب الله هذا ما يعتبره عنصر تفوق يعني كل منذ بداية الأحداث يعني منذ 28 الأول لليوم كان يعني الانطباع العام عند كل المراكبين والمحللين السياسيين إنه لا حزب الله يعني عنده رغب يطور باتجاه يعني الدخول كما وعد أو كما هدد البعض إلى الجليل الأعلى ولاحظ لا إسرائيل بالمقابل يعني عندها قدرة أو يدها طليقة في الوصول إلى اجتياح موسع للبنان فبالتالي كلا الفريقين كان عم بيحاول يسعى للتعويض عن هذا النقطة الضعف هذه من خلال حزب الله عنده سهن صندوق مفاجآت يعني يوميا كان يطلع صاروخ جديد تقنية جديدة عمليات هجومية جديدة بالمقابل يعني إسرائيل كان عندها تتوجه باتجاه مثل ما قلنا يعني الدخول إلى المناطق المعتمي داخل حزب الله اللي هي القيادات اللي ما حدا بيعرفها يعني حتى في الجنوب نفسه ما حدا بيعرف قدرات هذا الذين قتلوا إلا عندما أعلن حزب عنهم فبالتالي عندما يخترق الإسرائيل يعني هذا التابو فبالتالي بيعتبره انتصار مبارح يعني كانت الظروة كما بنعرف تالت إسرائيل أربعة مش مبارح يعني من خلال 36 أو 48 ساعة في جوية عملية جوية صار فيه أربع قيادات وقبلها كان فيه عملية بمنطقة الهرمل كان فيه كمانش ستة أشخاص القياديين راحوا فبالتالي يعني اعتبرت إسرائيل إن وجه الضربة محرزة إذا صح التعبير للحزب اضطر الحزب مبارح باللال يعني استخدم قوته النارية بشمال الإسرائيلي لدرجة شمال المحتل لدرجة أن إسرائيل يعني الإعلام العبري اليوم يتحدث عن قدرات استثنائية للحزب بالوصول إلى أماكن معينة فبالتالي مثل ما قلنا هذه حرب حقيقية يعني الكلام اللي بينقال إنه والله أنت فيه اجتياح أنا يعني أقلل منه لأنه القصة معاش اجتياح يعني القصة أكب أبعد من هيك مثل ما عم تشوف يعني أو مثل ما عم نرأب من 28 الأول لليوم عمليات نوعية استيادات إذا صح التعبير لإهداف ثميني من جانب إسرائيل بالمقابل يعني حزب الله عم بيحاول يقول أنا عندي قوة رادع وأنا إذا كنت يعني في المجال الجوي غير متفوق أو في تفوق للخصن فأنا عندي أيضا بدائل وهذا اللي عم بيحاول يسته يوميا الحزب شكرا لك أصحاف إبراهيم بيرم على هذه المداخلة ومنتبع جولتنا على الصحف العربي اللي اتناولت مواضيع الصحة العربية والأقليمية جولتنا نبدأ على صحيفة الشرق الأوسط أمريكا تبحث عن ترتيبات أمنية محددة لجنوب لبنان مخيمة أضفة قطعة من جحيم غزة أيضا طهران تهدئ مع باريس بإطلاق محتجز فرنسي من صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة الأهرام أبرز العنوين مخاوف أمريكية من حرب شاملة بالمنطقة أيضا ننتقل لصحيفة الأنباء الكويتي الأمير مهني أمب الثانوية كل توفيق لأبنائنا وأوامر أميرية بنقل جثمين المتوفين ومبلغ مالي لأسر الضحايا حريق المناقف إلى أجارة صحيفة الاتحاد ومنشوف بالاتحاد الإمارات تسير طائرة إغاثية تحمل 90 طن لدعم سكان غزة ونختم جولتنا على صحف العربية بصحيفة الوطن ندعم التحول الرقمي والكلام لرئيس الوزراء من جولتنا على صحف العربية جولي على صحف العالمية وأبرز العنوين صحيفة لومود عنوانت عن الرئيس الفرنسي ماكرون يراهن على اتحاد المراكز والحزب الليبرالي ممسق أيضا من عنوين الحزب الجمهوري في السلطة سيناريو مظلم للمدافعين عن المناخ إلى صحيفة لوفيجارو أيضا الفرنسي إدوار فليب مستقبل البلاد ليس في التحالف مع حزب الجبهة أيضا حرب الخنادق التي لا نهاية لها من أبرز عنوين لوفيجارو إلى صحيفة The Guardian البريطانية وسط الشكوك ستارمير يتعهد بإصلاح بريطانيا ويورو 2024 هل يساعد هذا الحدث بإعادة توحيد أوروبا؟ إلى صحيفة The New York Times ومنشوف من أبرز عنوين لليوم التحقيق الإسرائيلي مع منتقدي الحرب يثير القلق أيضا من العنوين أوكرانيا تبيع شركات الدولة لتمويل الحرب وإلى صحيفة The Washington Post ثاني أكبر مجموعة دينية في الولايات المتحدة تصوت ضد التلقيح الإصطناعي وحضائر المحاكمة تسلط الضوء على اللحظات المظلمة لعائلات بايدن من جولتنا على الصحف العالمية مصلى ختم حلقتنا بتلاقيكم زميلة ريتابيا أنتم بنشرة الساعة 8 وموعدنا بتجدد بكرة مع أخبار وضيوف جديد إلى اللقاء